السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع ازاي يكون هخلي اقولك على الاصرار اللي بتخلي النبات الفل مزهر طول العام كمان النمو والخضر زي ما انتوا شايفين كده جميل جدا شكله مبهج جدا ناس كتير بتسألني اول حاجة احنا كنا بديعملها في المشتل او ما زلنا بديعملها في عملية الصيانة كن بنهتم في خمس حاجات اول حاجة اقولك على طول اطول في السريعة بس الاولى المرج في القناة اشترك وفعل الجرس وعجبك الفيديو توص لايك وارك كلنا نشارك الفيديو مع اصدقائنا اصحابنا خل الكل يستفيد نبات الفل طبعا دي شجرة معمرة وتفضل طول العام وخضر زي كده اول حاجة كنا بنعملها بنهتم بيها الاضاءة الشمس بالنسبة لي دول الخليج سواء المملكة العربية السعودية المراسل سلطنة عمان الكويت كل الدول الخليج وكمان العراق والجزائر جرت الحرار عندهم كمان دلوقتي حوالي تلاتة واربعين وخمسة واربعين ومتوصل لخمسين فاول حاجة الاضاءة لازم ان تلات ساعات شمس بس مباشرة كل يوم تلات ساعات شمس مباشرة خلي بالك لو انت بتزود تلات من تلات لاربع ساعات شمس مباشرة بس تاني حاجة الراي وده اهم حاجة الراي يا جماعة ده همومي جدا ان احنا بنسقي الساعة ستة الصبح او الساعة خمسة الصبح او بعد المغرب بيكون الجو مفيش حرارة وقت سقيه في الحر وقت سقيه في فترة الظهرية لان ده هيأثر على النباح طيب ايه احنا بنسقي وبنعمل الجو عندنا كده تلات حاجة بنعملها بنسمده كل واحد وعشرين يوم بنسمده مرة بـ 20 عشرين عشان يدينه الدموع الخضري ويندينه التزهير ويندينه ويندينه الدموع الخضري مرة بنسمده بـ المرة الثانية بنسمده بالهميك اسد بناطيله مقاوي عام باسم والهميك اسد تالت مرة ببينسمده وبنتدله وانصر الحديد طب ليه عنصر الحديد عشان يخليه يظاهر الام بيكي بيساعده على التزيرة بيساعده على النمو الخضاري الهوميك اسد بيتساعده انه هو يفضل اخضر وكمان مزهر طول العام طيب انت كده عطيت كل ده ليه بحنا انحنا بنتدوله الهميك اسد و ليه بنتدوله الام بيكي و هل ينفع ان اندي الام بيكي مع الهميك اسد لا كل واحد وعشرين يوم باندي حاجة عيس ان النبات ما يتأثر وييجي بطريقة سلبية. بيساعد على النمو بيساعد على التجزير. اللي هو بيكاسب بيدي للنبات كل العناصر النفسة بيديها للنبات. طبعا لاني ناس كتير جدا بتقول لي ان الفل عندهم ضعيف وبيزاي كده. فانا بقول لك دي الطرق اللي احنا بنستخدامها اللي هتفضل بتخليك اول حاجة بيفضل خاضر وتاني حاجة مزهر طول العام ادعمنا بلايك وشير وشارك الفيديو. الفل كمان بيتزرع بي افضل طريقة واسرع طريقة بيتزرع بي الترقين الهواء. ياريت تدعمونا بلايك. طبعا لو فيه افات بتتعمل على النبات زي مثلا البق الدقي والمنة والتريبس. ده طبعا بنستخدم له فتاك واحد. طبعا ما تزودش مية للنبات عشان ما يعفنش بالجزور. وما تزود اه ما تزودش كمان سماد ايه بك ايه معلقة صغيرة لكل اه لكل شجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود ربيع. ازاي يكون? هخلي اقولك على الاسرون.